اشتركوا في القناة السادسة البيئة الصحية الفهم القرائي تلوث البيئة اقرأ واستنتج يسعى هذا الدرس ايها الاحبة الى تحقيق الاهداف التالية اولا تسمية مصادر التلوث المختلفة ثانيا اقتراح عنوان جديد للموضوع ثالثا التعرف على معاني المفردات الجديدة فهيا معا لتحقيق هذه الاهداف عزيزي الطالب اهتمى الاسلام بالنظافة اهتماما عظيما ودعا اليها بجميع اشكالها نظافة الانسان ونظافة الطعام والشراب ونظافة مصادر المياه ونظافة المساكن والشوارع عزيزي الطالب استعين بصورة تالية لتحديد سبب التلوث ثم استنتج المسبب لتلوث البيئة عزيزي الطالب ما سبب التلوث نشاهد هذه الصورة ما السبب دخان المصانع المتصاعد الى السماء احسنتم المسبب من المتسبب ما الاجابة نفكر قليلا الانسان احسنتم اجابة رائعة عزيزي الطالب من نتائج تلوث الهواء الاضرار بصحة الانسان مما يؤدي الى اصابته بعديد من الامراض مثل الربو والتهاب العيون الذي قد يؤدي الى العمى والتهاب القصبة الهوائية وبالناحية اخرى يوقف تلوث الهواء نمو النباتات ويؤدي الى تدميرها احيانا احسنتم عزيزي الطالب اضع علامة صح امام الفكرة التي تتضمن معنى النص الخيارات الف ظهور التلوث في الماء والنبات والهواء با مشكلة التلوث البيئي التي تهدد الكائنات الحية ووسائل الحد منها جيم الاضرار التي تصيب الانسان والحيوان والنباتة نتيجة التلوث البيئي ما الاجابة نفكر قليلا الاجابة الاضرار التي تصيب الانسان والحيوان والنباتة نتيجة التلوث البيئي احسنتم اجابة رائعة عزيزي الطالب اقترح عنوانا اخر لهذا النص ما العنوان المناسب ما الاجابة نفكر مشكلة التلوث البيئي احسنتم عزيزي الطالب ارتب الافكار الفرعية التالية وفق ورودها في النص الاساليب المتبعة للحد من خطورة التلوث البيئي ثانيا صور تلوث البيئة ثالثا اسباب تلوث الهواء والاضرار الناجمة عن ذلك رابعا تلوث البيئة من المشكلات الكبرى التي تواجه الانسان خامسا اسباب تلوث التربة سادسا اسباب تلوث الماء والاضرار الناجمة عن ذلك ما الترتيب الصحيح نفكر اولا تلوث البيئة من المشكلات الكبرى التي تواجه الانسان احسنتم ما الاجابة الاخرى صور تلوث البيئة أحسنتم ما الإجابة الأخرى؟ أسباب تلوث الهواء والأضرار الناجمة عن ذلك ما الإجابة الأخرى؟ أسباب تلوث الماء والأضرار الناجمة عن ذلك ما الإجابة الأخرى؟ أسباب تلوث التربة ما الإجابة الأخيرة الأساليب المتبعة للحد من خطورة التلوث البيئي أحسنتم عزيزي الطالب أسمي مصدر التلوث من وحي هذه الصورة أسمي مصدر التلوث من وحي هذه الصورة ما الإجابة نشاهد هذه الصورة اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب أحسنتم عزيزي الطالب ماذا ينتج عن تلوث الماء ما الإجابة نفكر قليلا ينتج عن تلوث الماء قلة كميات المياه العذبة والنقية عزيزي الطالب أحدد أضرار هذا التلوث ما الإجابة أحدد أضرار هذا التلوث نفكر الإصابة بالأمراض العديدة وسوء الهضم والإضرار بالجلد وتساقط الشعر عزيزي الطالب أستخرج من النص ما يوافق معنى المصطلح التالي الضباب الصناعي الضباب الصناعي ما الإجابة؟ نفكر الضباب المتصاعد في السماء أحسنتم عزيزي الطالب أذكر ضد كلمة أضرار ثم أضعها في جملة مفيدة عزيزي الطالب قبل أن نجيب ما المقصود بالأضداد؟ ما المقصود بالأضداد؟ ما الإجابة؟ أي عكس الكلمة ما ضد ليل؟ نهار؟ ما ضد طويل؟ قصير وهكذا أحسنتم ما ضد أضرار؟ ما الإجابة؟ منافع أحسنتم الجملة المفيدة؟ ما الإجابة؟ إن التمر له منافع كثيرة أحسنتم عزيزي الطالب أكمل الجدول التالي الضرر الإصابة بالتهاب الرئة من أسبابه؟ ما الإجابة؟ نفكر تلوث الهواء أحسنتم ما الحل المقترح لإبعاده؟ ما الإجابة؟ نفكر إبعاد المصانع عن المناطق السكنية أحسنتم الهدف؟ الهدف المحافظة على سلامة الصحة وأمنها الضرر الآخر عدم تماسك التربة من أسبابه؟ ما الإجابة؟ قطع الأشجار الحل المقترح لإبعاده تشجير البيئة ما الهدف؟ من ذلك نفكر المحافظة على سلامة البيئة أحسنتم موت الطيور والنباتات من أسبابه؟ ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا تلوث الماء والهواء ما الحل المقترح لإبعاده؟ ما الإجابة؟ عدم استخدام المبيدات الحشرية أحسنتم ما الهدف؟ نفكر المحافظة على أمن الحياة أحسنتم الضرر الأخير الإصابة بالعمى من أسبابه؟ تلوث الهواء الحل المقترح لإبعاده ما الإجابة؟ نفكر قليلا التقليل من تسرب الغازات والدخان أحسنتم ما الهدف؟ نفكر المحافظة على سلامة الصحة أحسنتم إجابة رائعة عزيزي الطالب نستنتج مما سبق بأن التلوث يتخذ ثلاث صور هي أولا تلوث الهواء تلوث الماء تلوث التربة أحسنتم عزيزي الطالب أضعوا كل معنى مما يلي في الفراغ المناسب له الخيارات ذهب بها أكل جوانبه جرف السيل الوادي أي بمعنى ماذا؟ الخيارات كما أشرنا قبل قليل ذهب بها أكل جوانبه ما الإجابة؟ نفكر أكل جوانبه أحسنتم ثانيا جرف السيل التربة أي ما الإجابة؟ بمعنى ماذا؟ جرف السيل التربة ذهب بها أحسنتم تعلمنا اليوم تلوث البيئة أولا تلوث الهواء تلوث الماء تلوث التربة طرق الحد من التلوث هذا هو درسنا اليوم وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة